مجهز أخبار العاشرة من الأوتيفي أهلا بكم استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية روسية ميخايل بوكدانوف مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمال أبو زيد وأوضح بيان الخارجية روسية أنه تم خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في لبنان وتم البحث خصوصا في أهمية الانتهاء في أقرب وقت من تأليف حكومة في لبنان برئاسة رئيس المكلف ناجيب ميقاتي من أجل التغلب على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجدت الجانب الروسي تأكيد موقفه ثابت الدعم لسيادة أراضي لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته وحل كل القضايا الموضوعة على الأجاندة الوطنية من اللبنانيين أنفسهم من دون تدخل خارجي أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب إيدي معلوف في تغريدة عبر تويتر إلى أن المشكلة مش رد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الأمير العام لحزب الله السيد حسن صلى وقوله أن استقالته صناعة لبنانية بامتياز المشكلة أن بعض يلي كانوا موجودين معه ببيت الوسط قبل ساعات قليلة من استقالته وبيعرفوا بالضبط بأي جو كان وكيف كان عم يتمسخر على الناس الموجودة بالشارع بعضهم سكتين على كذبته لبن العصفور يجمعهم أشار التيار الوطني الحر في بيان إلى أنه يقدر التيار الوطني الحر الجهود التي تبذلها راهنا القوى العسكرية والأمنية في مصادرة المخزونات الكبيرة من المحروقات التي يخزنها المحتكرون بغية بيعها في السوق السوداء أو تهريبها ويرى التيار أن تعلن هذه القوى هوية التجار المرتكبين وكمية المصادرات ووجهة توزيعها تفاديا للشائعات وتحقيقا للشفافية القصوى التي تحصن العمل وصونا للجهد الذي تبذله وقطعا للألسنة التي تبغي التشويش على هذا المشهود مع الإشارة إلى أنه من غير الجائز توزيعها مجانا وعشوائيا على المواطنين إنما مصادرتها بحسب الأصول القانونية والإدارية وتوزيعها على المنشآت الحيوية كالمياه والاتصالات والمؤسسات الرسمية هذا وضبطت مدرية المخابرات بالتعاون مع الجيش اللبناني في أماكن متفرعة صهريج بنزين وصهريج غاز معدين للتهريب إلى سوريا كما تم توقيف بيك أب بداخلها 2 تون من مادة الطحين مع سائقه وصهريج فارغ دون أوراق قانونية يشتبه أنه يستعمل للتهريب كما تم العثور على سيارتين مسرقتين في كل من جرود الهرمل ومحلة جسر العاصي تم نقلهما إلى أحد المراكز العسكرية تمهيدا لتسليمهما إلى الأجهزة المختصة كما تم توقيف المدعو عين جيم بعملية دهم وفي حقه مذكرة توقيف بتهم السرقة والتهريب وقامت مدرية المخابرات بتعبئة مادة المزود 67 سيارة ثان لنقل الركاب مجانا من مصادرات المزود المهرب من مختلف مناطق قضاء الهرمل وكانوا قد نفذوا اعتصاما احتجاجا على عدم حصولهم على المادة منذ أيام بقطع أرزاقهم وعدم خروجهم إلى العمل إلى ذلك أعلنت المدرية العامة لأمن الدولة في تغريدة أن دورية تابعة لها ضبطت كمية 33 ألف لتر من المزود مخزنة لدى أحد الشركات في بشامون وسيتم بيعها بإشراف هذه المدرية بالسعر الرسمي على المؤسسات والأفران بهذا نأتي إلى ختام موجز العاشرة نعود لمتابعة يوم جديد مع زميلة سحر